ما الذي يقول يجوز تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ قد يكون هذا في بعض الأحيان لكن إن كنت تقصد الجاهل الغبي المرتد أو الذي كاد أن يرتد الذي يقول إن المرأة يجب أن تتساوى بالرجل في المراس فهذا أظل من حمار أهله هذا القائل بأن المرأة تتساوى مع الرجل في المراس أقول أظل من حمار أهله ويجب أن يستتاب من هذه الردة يجب أن يستتاب من استدراكي على الله ومن كون يزعم لنفسي أنه أرحم بالعباد من الله سبحانه إن الله قال وهو أصدق القائلين يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى ويقول في كتابه الكريم وليس ذكرك الأنثى ولا قول بعد قول الله سبحانه أما شخص كل يوم يخرجان بطامة من الطامات أحيانا نزاهد في ذكر الله أحيانا نزاهد في الصلاة على رسول الله وخرج ببلايه وقذراته يقذفه على أهل الإسلام بأنه يجب أن تتساوى المرأة والرزل في المراس فمثله لا بد أن يقدم إلى محكمة تقضي فيه إما أن يستتاب وإما أن يقام عليه الحد الذي يستحقه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجمة نانسي قنقر